قال وزير الخارجية الأردنية ناصر جودة عقب لقائه وزير الخارجية عدل الجبير قال إن ما قامت به إيران من اعتداء على البعثة الدبلوماسية للمملكة يخرق كل المواثيق والمعاهدات الدولية وهو أمر مرفوض ما قامت به من إحراق لبعثة دبلوماسية ممثلة بسفارة في عاصمة وقنصلية في مدينة أخرى يخرق كل المواثيق والأعراف المتفق عليها عالميا وخاصة اتفاقية بينا التي تحكم العلاقات الدبلوماسية بين البلدان وهذا أمر مرفوض الشحن الطائفي الذي تشهد المنطقة أمر مرفوض أيضا علينا أن نضع الأمور والأزمات التي تواجهها المنطقة والتحديات في إطارها السياسي الصحيح وليس في إطار طائفي مذهبي ضيق يؤجج المشاعر ويجند الناس ويحدث الفرقة ولا يجمع الناس عليها لذلك هذا أيضا أمر مرفوض أما بالنسبة للتدخل بالشؤون الداخلية للدول العربية وخاصة دول مجلس التعاون للدول الخليج العربية هذا أمر لطالما قلنا بأنه غير مقبول ومرفوض وأرى الآن بأن هذه الخطوات التصعيدية التي قامت بها إيران وهذا الإجماع الذي نرى اليوم هنا في الرياض في اجتماع لمجلس التعاون غدا في الجامعة العربية البيان الذي صدر عن مجلس الأمن هناك نية أيضا بعاخد اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي هذا يعطي إشارة واضحة بأن العالم أولا يرفض هذه التدخلات الإيرانية وهذا التصعيد الإيراني وثانيا يؤكد على وقوف الجميع إلى جانب الأخوة في المملكة العربية السعودية ترجمة نانسي قنقر